وعودة مرة أخرى إلى تطورات في قطاع غزة حيث جددت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيساف دعوتها إلى هدنة إنسانية وتوفير الحماية لكل طفل بقطاع غزة وفتح المعبر إلى غزة أمام حركة الإمدادات الإنسانية وأشار ممثل يونيساف في مصر جيرمي هوبكنز إلى أن المنظمة وفرت إمدادات طارقة إضافية تصل إلى 250 ألف شخص وجاهزة للتحرك عند معبر رفاح